مساء الخير عليكم مشاهدين الأعزاء في كل مكان برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أولادي جننوني نستهل حلقتنا النهاردة بقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصرة والفؤادة كل أولئك عنه مسؤولة كان عنه مسؤولة صدق الله العظيم لم يتوقف علم النفس يوما عن الدراسة والبحث في مجال التعليم من أجل فهم ما يعرف بعملية التعلم وكيفية فهم الطالب للمعلومات والطريقة التي يتعلم بها والفرق بين الطلاب في تلقي المعلومة وفهمها معرفة نمط الطفل الخاص بيك بيجعل الأم إنها تتعامل مع طفلها بشكل فعال أكتر بالطبع تختلف عقول البشر وتركيبتها لذلك عليك أنت كمربي واعي ومدرس ناجح معرفة نمط تعلم طفلك أو تلميزك وبالتالي تستطيع محاكاة هذا النمط بالأساليب النافعة والفعالة معهم هتكون معنا النهاردة أستاذة إيمان المصري هتكلمنا عن أنماط التعلم وكيفية اختراء اختيار الطريقة الأمثل للتعلم إزايك يا أستاذة إيمان بنرحب بحضرتك في الستوديو النهاردة بنورونا أهلا بك أنت بنورك يا رب حابين نعرف منك يا أستاذة إيمان إيه هي أنماط التعلم حابين ناخد نبضة عنها بداية كده هو أصلا يعني إيه نمط تعلم يعني نمط تعلم يعني إيه يعني هي الطريقة اللي بقدر أعلم بيها الطفل سواء أنا كنت أم أعرف نمط تعلم ابني أو أنا مدرسة فعندي طبعا طلبة كتير فبحاول أعرف أنماط تعلمهم إيه أنا نفسي كشخص كحد كبير حتى ببقى حاب أن أعرف نمط التعلم الخاص بي عشان أسهل على نفسي طريقة التعلم فده بيفرق معانا كلنا سواء إحنا في أي حد من المجتمع محتاجي أعرف الطريقة الأمثل للتعلم الخاصة بي إحنا الوقت بنتكلم على الأولاد فكأم أو كمدرسة محتاجة أعرف إيه هي أماط التعلم طبعا هم أكتر من النوع لكن الأشهر دلوقتي هم تلاتة تلات أنواع اللي هو النمط البصري والسامعي والحركي حابين نعرف دي هي أنماط التعلم تلات أنواع النمط الحركي والسامعي والبصري طب حابين ناخد يعني عن كل نمط فيهم إيه الخصائص بتاعتهم وإزاي الأم تقدر تعرف النمط المناسب لإبنها عشان تقدر تتبع أسلوب صحيح في التعلم معي تماما هتلاقي ده محتاجة أن الأم تبقى يعني عندها فكرة عن الأنماط على أساس أن هي تقدر تتعامل فعلا معي ولما زي كده إحنا نحن في فترة الصيف فيه أنشطة كتير جدا متاحة في الأكاديميات كتير فالأم بتبقى بتودي أولادها النشاط وبعد الصيف تقولك أنا ما حالش أنه استفاد حاجة أنا حاسة أن أنا دفعت فلوس على الأرض أو عملت ودته أميكن وفي الآخر الولد مش مستفيد أو مش عايز يروح ليه؟ لأن هي أساساً ودته حاجة هو مش مناسبة للنمط الخاص هي اللي حددتها أيها يعني ما شافتش إيه النمط المناسب أو الهواية المناسبة للنمط هي اللي حددت للمصار بتاعها يعني هي اخترت حاجة مناسبة مثلاً لزروفها أو أقرب حاجة للبيت أياً كانت الظروف اللي اخترت عليها هي مخترتش على أساس تربع علمي صحيح فإحنا عايزين نوضح بشكل مبسط جداً جداً للأمهات يعني أنماط التعلم دي أعرفها إزاي أنا دلوقتي زي ما قلت حالك عندي أولاد مثلاً أو سبقاً أم أو مدرسة محتاج أن أنا أفهم ده في النمط البصري هنقول أول حاجة نمط البصري الشخص البصري هنقول عنده شعور كده لو إيه أرني أرني وسوف أفهم أرني خليني أشوف الحاجة صحيح وأنا هفهم فمعنى ده أن الشخص البصري بيتعلم عن طريق إيه؟ بيشوف الحاجة هتوريره الحاجة بيشوفها خلاص هو أتعلم اتعلم الحاجة دي فأجي أشرح للطفل البصري أي حاجة يلازم أجيب له صور أجيب له فيديوهات أعمل له خرائط خريطة للمعلومات يعني يشوف حاجة كده فيها ألوان فيها صور فيقدر يتعلم صحيح ده الطفل البصري فبالتالي أنا لو إبني سامعي وأنا مثلاً قاعدة بوريره صور هو هيحصل له إرور هو ده إيه؟ فبالتالي لقي الطفل عندي مش فاهم حاجة لكن لما الأم تكون فاهمة كويس قوي إن ابنها مثلاً نمطه إيه؟ تبدأ تعلمه بالطريقة دي عفواً فإحنا عندنا الشخص البصري زي ما قلت حضرتك هو بتعلم بالإيه؟ ببعنين يعني نفهم من ده إنه الطفل اللي بيتبع النمط البصري يعني بيحب يربط الحاجة أو الموقف أو المعلومة بصورة هي الصورة بتنتبع عنده أول حاجة بحيث إنه أول ما يشوفها آه أنا فاكر المعلومة الفلانية فخلاص هي الطبعة في زينه الطبعة عنده على طول السور هو الشخص البصري بيكون بيكون العني هي وسيلة التعلم الأقرب ليه طبعاً خيرنا متفقين إن كلنا عندنا يعني كل الناس عندها كل الأنماط عفواً كل الناس عندها كل الأنماط بنسبة مختلفة بس إحنا بنقول النمط الأغلب يعني مش معنى إنه هو بصري معنى إنه هو مستمعي أو مش حركي لا هو دا ودا ودا لكن هو الغالب بتاعه هو النمط البصري فيبقى أنا بقول إن الطفل البصري لما أنا بوري له صورة أو بوري له فيديو أو بوري له أي حاجة فيها ألوان هو الطفل على طول معلومة بتنطبع عنده وبيفهمها بسرعة صحيح دا النمط البصري يبقى أرني وسوف أفهم النمط السامعي بيسمع أي حاجة بتتقلق هتلاقيه على طول اتعلمها بيسمع هتلاقيه حتى ما بيحبش الحاجات اللي فيها سور كتير بيحصل له يعني بتوتر هو بيعايز يسمع بتلاقيه يعود يركز قوي في السامع ما بيفرقش معاه طرق التعليم الحديثة اللي هي بالفيديوهات أو سورة هو عايز يسمع بيتقال إيه صحيح تلاقيه كل الحاجة اللي بتتسمع تلاقيها معروفة كويس جدا عنده هتلاقي دا كمان نلاحظه لو إحنا يعني أياما كنا في مدارس هتلاقي فيه طالبة طالبة بتبقى فيه طالب يعد يعمل ملخصات ويكتب ومش عارف إيه دا بصري صحيح بتلاقيه يكتب ملخصات يقعد بقى يكتب بالألوان ويسطر يعني بيحب حاجته تبقى مرتبة جدا ومرظمة عينه بالت هو بيشوف طريقة الكتابة والألوان والألوان والحليطر والمش عارف إيه والحاجات دي كلها وتلاقيه عمل خرائطه دا كده شخص بصري بيعمل بقى ملخصات والناس اللي ايه اللي بتعمل دا الشخص السامعي تلاقيه ايه يقولك المحاجات دي مثلا على الجروب يا جماعة هو الدكتور قال ايه ولا الميس قالت ايه فيقولك آه دا قال دا قال كذا 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 بالتفصيل يروسلك لك المحاضرة يعني بكلام بالتفصيل صحيح فده شخص سامعي جدا لأن هو مركز هو ودينه هي اللي ايه اللي سامع هو اللي تعلم عن طريقه هو أسمعني أسمعني وسوف أفهم يبقى البصري قالني وسوف أفهم والتاني أسمعني وسوف أفهم صحيح فده كده بالنسبة للسامعي البصري يبقى أنا كده عند النمطين دول لو أنا ابني سامعي وبعلمه بطريقة بصرية خلاص أنا هو كده ما وصلوش المعلومة صحيح فتلاقي الأم في الآخر فعلا أولا دي جاننوني أنا مش فاهم حاجة صحيح أنا فعلا أنا وديته وعلمته ووديته وفي الآخر هو صح مش فاهم حاجة هي ماشية في طريق يعني غلط النمط الأخير بقى هو النمط الحركي النمط الحركي ده الأغلب الأمهات أغلبهم بيشوفوا أن الطفل الحركي مصيبة أنا ابني حركي ما بيتعلمش بسهولة وبيتشاغب كتير فتلاقي في مدرسات لو مش قوير بموضوع علمات التعلم أو أمهات بتقولك ابني ده خلاص كده ضايع شائي وعمل إزعاج في الفصل والدنيا كلها بتغوز عشان الولد ده حركي وبيقع عليه بقى بتصنافوا بقى حاجات كده كتير جدا صحيح فده طبعا إحنا بس نحتاجين نعرف إن الشخص الحركي بيتعلم هو بيتحرك ما يسأش يوض صحيح ده أصلا عشان يتعلم لازم يتحرك إحنا بنقوله اتحرك روح وتعالى عشان تتعلم يعني لو أنت مثلا حركية وإحنا كبار كده لو أنت قاعدة بتتعلمي مش هتقرافي حاجة لازم تروحي وتيجي صح عشان لو ما أسمعش مش هتقرافي تتعلم هي دي طريقة التعلم الأمسة اللي فبالتالي التعليم يعني أو إن إحنا نبقى عندنا فكرة على ماضي التعلم ده بيسهل علينا جدا المشاكل بتحصل بين الأم وولادها أو المشاكل بتقابلها المدرسة في الفصل إنها خلاص قدرت تعرف إن طفل كل طفل إيه النمط اللي قادر عليمه بيه الحركي ليه شعار صحيح اللي هو شعاره إيه دعني أجرب يعني إيه دعني أجرب ما بيتعلمش تجربة بيعمل حاجة بنفسه فبقى أنا الحركي ده أحطه في التجربة يعني أنا ده وقتي بعمل بدي درس أو بشرح حاجة للولادي أو أنا مدرسة بشرح حاجة في الفصل فالشخص الحركي لازم أخليه حط إيده في الحاجة تعال اعمل ده سوي ده فهو سعيته هو هيتعلم كل اللي بيجربه بإيده بيتعلمه مش هينساه مش هينساه خبز صحيح والسمعي كل اللي سمعه مش هينساه والبصري كل اللي شافه مش هينساه أنا كده عندي الثلاث أنواع الأشهر في ألمات التعلم وبالتالي لو مدرسة داخل الفصل هي لازم الدرس بتاعها تحضروا بالثلاث طرق دي علشان هي عندها في الفصل طبعا كتير يعني أعداد كتيرة صحيح كلهم ألمات مختلفة عشان تتأكد إن المعلومة وصلت للطلبة لازم يبقى تقدم المعلومة بصور وبحاجات مسموعة وبحاجات فيها حركة وبحاجات فيها ألعاب عشان يبقى كل الألمات تتعلمت والأم لما تيجي تختار طريقة طريقة التعلم الخاصة بولادها تبقى عارفة ابنها نمطه إيه فبالتالي تختاره نشاط تختاره نشاط يناسب النمط بتاعه عشان تلاقي نتيجة في الآخر ده كده يعني ملخص الموضوع كله حتى عشان تنامي مهاراته يعني لو عرفت إيه النمط المناسب هتنقيله أنشطة تناسبه هتنميها مثلا هو بيحب الرسم بيحب هي هتقدر تنمي المهارة دي في الطفل لو ما عرفتش النمط أعتقد أنه يعني بدل ما المهارة دي يعني تتوق يعني يوفقها هتختار له حاجات مش مناسبة يعني بالضبط كم على العكس هتبقى على النقيد بدل ما يبقى موهبته زادت لأنه دفنت الموهبة دي فيه بدل ما كان يبقى فيها بالضبط كده هي لما تبقى فهمة ده فعلا هتختار له الحاجة اللي تمي موهبة عنده وبالتالي هتبقى هي كده فعلا عملت لي تطوير شخصيته لكن هي ممكن تكون تختار حاجات على أسس تانية خالص يعني تخصها هي أو هي مش فهمة أو مش متخيلا ابنها في الشكل ده فمحتاج أنها تبقى أوير بكل الألماط وحتى ده هيبقى سهل عليها طب هتعرف منين مهي ممكن تقولك طب أنا عارف منين ابني سامعي ولا بصري حضرتك ممكن تجربي ده وبتشوفي كمان ابنك فهو بتعلم لو ابنك فهو بيتعلم لقتيه ماسك وراء وقلم وبيكتب كل حاجة ولازم مكانه يكون منظم ومرتب وتلاقيه بي في المعال ألوان وشكل الحاجة ده شخص بصري لأنه هو ده الطريقة يعني طريقة تصرفه دي كده الشخص البصري ما عرفش يذاكر غير لوحده ما يفعش يذاكر مع حد لو قاعد في الفصل هتلاقيه دايما قاعد بعيد عن الباب أو شباك مش عايز أي مشتتات دايما قاعد مركز قوي في المدرس وش مدرس أو لو مع الأم هتلاقيه بي لازم بقى فيه معا ومعا أي كونتاكت لازم بقى في بينهم تواصل بصري دايحة مم أبو الصيلي الولد بيقوليك مم أبو الصيلي ده بيبقى بصري ليه عايزك تشوفيه هو لازم تكوني يعني يبصاله عشان هو شخص بصري لو أنت مش بصاله أو ما فيش بينكم التواصل ده البصري هو مش هيبقى حادس أن فيه فهم لأي حاجة صحيح فده كده أنا أرحظه يبقى أنا كده ده شخص البصري الشخص السامعي تلاقيه دايما لازم يذاكر مع حد أو بيسجل صوته وبيسمعه تاني صحيح أو يحب التليفونات كتير يكلم في التليفون البصري طبعا ما بيحبش التليفون لو كلمتي وقطي له حاجة يقولك لأ بصي برشوات سابت تعالي من تقابل أحسن صح ليه هو ما عندهش طاقة أنه يعد يكتب لا هو عايز يشوفك عشان هو عايز يشوف ريأكشن عايز يشوف يتكلم معيك هو ده الطريقة اللي بتوصله بيها المعلومة وبيفهم بيها فده عشان الأم تبقى عارفة إزاي أعرف نمط ابني السامعي نفس سامعي طبعا حاجة تانية لازم يكون قاعد في مكان ما فيهوش دوشة صحيح بس يسمع صوته عشان يركز في الصوت في الصوت عشان هو بيسمع فممكن هو جدا لو فيه حاجة بيذكرها تلاقيه بصوته بيعلى شوية بيسمع نفسه بس ما بيطلعهش صوت السامعي بيطلع صوت عشان بتبقى ودانه سامعة وبالتالي يحفظ والمعلومة تثبت أكتر لأن دي طريقة اللي بتثبت عامل المعلومة طبعا الحركي بقى طبعا احنا عارفين طبعا الحركي ما بيعودش أصدق بس احنا بنقوله دايما دايما نقوله حركي يعني دايما خليه كل 20 دقيقة تفصل يعني هو أصلا بيروح وييجي 20 دقيقة يفصل بأي حاجة بلعبة بحركة يعني يروح يعمل أي حاجة الشامية ويرجع لأنه لو قعد أكتر من 20 دقيقة خلاص هيفصل صحيح فبالتالي الأم اللي لازم عارفة أن ما يفعش ابنها الحركي تقوله قعد عن المذاكرة ما تقومش مش هينفع مش هيدر يكمل فيه أمهات يا ابني هو أنت كل شوية تقوم هو أصلا لو أنا عارفة أن هو حركي مش هلوم عليه أصلا خلاص يبقى أنا بالعكس كل عشين دي هقوله على فكرة قوم عشان تفصل عشان يدر يواصل بالزبط كده هي دي فعلا بتفرق جدا لو أنا عارفة أن ابني بالنمط ده أنا أبقى مرتاحة جدا وهبقى يعني راضية جدا عن أداءهم لأنه هو ده الطريقة بتاعته اللي بيوصل له بيها المعلومة يعني طب هل ممكن الطفل يجمع بين أكتر من نمط يعني يعني يبقى عنده أكتر من نمط مش نمط واحد طبعا أنا يعني قلت في البداية أن إحنا أصلا الأنماط هو كلنا عندنا كل الأنماط لكن بتبقى بالنسب بيبقى الغالب عليها البصري سوري بيبقى غالب عليها نمط معين منهم هو ده الأغلب لكن مش معنا نمط مستمعي ومش حركي كلنا عندنا التلاتة بس ممكن يبقى ده بصري أكتر وبعدين سمعي أقل وبعدين حركي أقل بالنسبة ضئيلة آه بالنسبة أقل لكن الغالب يبقى هو الحاجة اللي أنت بتتلاقيها أول ما تقولي هالو أو هو أعمالها لقطت معاه يعني مثلا هو عمل حاجة بإيده وخلاص عارفها يبقى ده على طول إيه حركي صحيح سمعي الحاجة وماشاء الله عطول بيسمع وراكي تلاقي حتى في أطفال كده في أمهات تقولك أنا ابني مجرد ما سمعي النشيد الهولي ده سامع على طول وفي واحدة تقولك أول لما وردت له الحاجة عارفها تلاقي البصري كمان من الأولاد اللي هما تبقوا ماشيين مثلا في العربية يقولك ماما ده طريق البيت آه حافظ بقى خلاص وعينه شغالة فبيحفظ أيوة اللي حوالي يقولك إذا ده طريق المدرسة إحنا رحي لمدرسة لو أنت مثلا رحك في شوار تاني بس تعليتي على راحة المدرسة أو طريق ده متعود عليه يقولك مان ده طريق المدرسة البصري كمان تلاقيه طول الوقت لو أنت مثلا بتسأليه على حاجة يوصفها لك كأنه شايفها يعني لو أنت تصل في مثلا لحد مكان فيقولك تدخلي مين هتلاقي سوى ماركت مش عارف إيه وهتلاقي شمال كذا وانت أصلا ماشي بالعربية إيه ده هو أنت إزاي كده عالي في الطريق لأنه هو حد وسط فهم الفكرة إزاي سامعي سامعلك يعني لو في مكالمة تليفونية طبعا الأولاد ما شاء الله اللي قاعد يسمعون مكالماتك فتلاقيه قاعد يعني إيه قاعد مستمع أكتر منك للمكلمة ومش مركز معيكي يعني هو قاعد في حاله بس إيه بس توداني معيكي بس توداني معيكي يعني في حتة صح أنه أنا أستغل ده أوه لأ طب أنا مثلا بدل ما أخليه يقرأ الدرس لا طب أنا يبقى مسجل يسمعه بالضبط كده أي حيحفظ أكتر هيفهم أكتر بالضبط فبدل ما أنا مثلا أعاقبه أو كده لا أنا حوظفه في المكان الصح عشان يعني أن أنامي الموهبة اللي عنده أو أناميله أو يتقدم في المذاكرة بدل ما أنا يعني أضمر الموهبة اللي عنده أو أخليها له يعني تموت مش بس أقول مرها أنا كمان يعني ممكن أوجه له اتهامات أصلا أنت مش بالفهم صحيح أنت غبي أنت معندكش يعني أفضل أقوله كلام وممكن يكون موهوب جدا طبعا وهو ده فعلا ممكن أبصي كل الأولاد عشان نبقى متفقين كلنا موهبين يعني عندنا مواهب صحيح لكن بنسب مختلفة ومش كلنا ما فيش حد مش موهوب بس في حد ما عارفش موهبته إيه صحيح وفي حد يعرف موهبته إيه ودي برضو كنت محاضرة مرة من ديها فهي موهبة يعني إزاي أعرف موهبة إبني إزاي وإزاي أستغل لها وإزاي أناميها لأن المواهب دي حاجة كلنا موهوبين ما عند حدش مش موهوب أبدا لكن كلنا فيه ربنا يعني فيه حد فينا ممكن مثلا يبقى ربنا يصله طريقه وقدر يعرف موهبته إيه وفيه حد كبر وخلاص يعني بقى كبير جدا ولسه مش عارف قدره موهبته إيه مع أن قدرا حط في وضع أو حط في ظروف بيئية ما حدش قدر يعرف موهبته لكن سبحان الله دلوقتي الدليل ده اللي طالع كله النسب أو فرص إنهما يعني معرفة موهبتهم بدري أفضل بكتير عشان ترد دلوقتي التعلم حديثة كتير جدا اتطورت أكتر اتطورت جدا جدا وبقى فيه حاجات كتير جدا ما كانتش موجودة زمان فسهل قوي نحن يعني أو حرام قوي نحن دلوقتي ما يبقاش عارفين موهبتنا إيه لأنه موضوع دلوقتي بقى مفتوح جدا جدا فخسارة قوي نبقى عندنا أولادنا ومنعرفش موهبهم وننميها لأن دلوقتي لو أنت عملت السيرش على دلوقتي هتعرفي حاجات كتير جدا هتطوري تعرفي ألماط التعلم حتى فيه استبيانات على النات ممكن تطلعي الإستبيان وتعمليه لأولادك بأسئلة تعرفي منها هو النمط الغالب عليه إيه ففيه حاجات كتير جدا متاحة للأمهات زي فيه أنماط يعني أنا يمكن عارفة أن فيه أنماط شخصيات ألماط الشخصيات أو نمازج عفوا يعني أن فيه نمازج مختلفة تقدر الأم زي ما حدك ذكرت يعني بتبقى زي مجموعة أسئلة استبيانات أو بتجاوب عليها ومن خلال الإجابة في الآخر بيطلع لها التحليل أنه مثلا أنت ابنك النمط بتاعه كذا بالضبط عشان هي لو مش قادرة حتى تكتشف مثلا فيه أمهات مثلا برضو مش بتبقى متعلمة أو ما عندهاش برضو الدراية كافية أنه إزاي تعرف نمط ابنها اللي تقدر تتبعه وتنمي مواهبه وتستخدمه معاه في الدراسة تمام فالاستبيان ده في الآخر بيطلع النتيجة أعتقد أنه فيه استبيان اسمه ذيرج اللي هو اللي إحنا لسه يليه من شوال اللي هو فيه النمط البصري والسامعي والحسي وأعتقد كمان فيه نمط الكراءة والكتابة في حالات كتيرة نقولك وفي حالات كتيرة بس أنا قلت لك الأشهر نقولنا الأشهرهم أكثرهم شهرة بالضبط كده لكن إحنا لو دخلنا على النات ممكن جدا نلاقي الاستبيانات موجودة فعلا زي ما انتي قلت للأمهات اللي هي ما عندهاش وقت أو هي محتاجة أن هي تعرف أكتر فسهل قبل أنها توصل لده صحيح عشان تقدر تنمي المواهب عند أولادها وتقدر تعلمهم بطريقة صحة وما تحكمش عليهم هو خلي بالك أنه النمط مهم في إيه أو أكتر حاجة مهمة فيه أنا بشوفها موجودة نظري أن أنا مظلمش ابني ما بقاش بوجه له اتهامات بأنه هو ما بيفهمش أو مش فاهم أو مش عايز يتعلم أو مالوش في التعليم أو أيا كان أو مش فالح في حاجة زي ما بيقول الأمهات صحيح وفي الآخر هو أصلا دماغ في حتة تانية خالص لأن أنا ما وصلتلوش أصلا فأنا يهمني قوي أن أنا أوصل لابني عشان أبقى عذره ما بقاش يعني أنا فاكرة زمان كده يعني كان فيه أم جات لي مرة تقول لي أنا ابني طول الوقت قاعد بيشغل حتى سماعات في هدانه وبيزاكر أنا عارفة ما بيزاكرش فلو هي مش فقدة بلها من أن فيه نمط كده هي هتبقى دايما طول الوقت بتقوله كلام مش حلو فهو هيحبط ولا هيزاكر ولا هيتعلم صح لكن لما بقى فهمة الموضوع بيفرق جدا جدا عشان كده بس إحنا بنقول إحنا يبقى قبل من يعني أنا عايز أقول قبل ما نخلف قصا محتاجين نبقى فعلا عارفين حاجات كتير عن الأولاد في تعلمهم في تربتهم من كل حاجة عشان ما نظلمهم الشبعية صحيح طب أنا كان فيه إحصائية بتقول إنه يعني المتعلمين المتابعين النمط البصري هم الأكثر شيوعا تقريبا بنسبة 65% فأنا كنت حابة نعرف أو حابين نوضح للمشاهد إيه أهمية إنه الأهل أو الأم والأب يعرفوا أنماط التعلم يعني إيه أهمية أنماط التعلم أو إيجابيات إنه إحنا نعرف أنماط التعلم زي ما قلت حالة كده وإحنا بنعرفها على أساس إن الأولاد إن الأم تقدر تحط ابنها في النشاط المناسب لي صحيح زي ما قلت لك عندنا أنشطة كتير دلوقتي فأنا لازم أختار النشاط على أساس يعني مثلا ما يبقاش ابني حركي واروح أحطه ياخد بروغرامينج قاعد على كمبيوتر ما هو مش هيقدر يقعد كتير لكن أنا حركي بأنا بعلمه بوادي رياضة الحركيين الرياضة ليهم أهم صحيح وممكن أعلمه حاجات فيها حركة يعني ما يبقاش قاعد بيتعلم بشكل وهو قاعد فطبعا هو كده أنا بخصر ابني وبخصر اللي بدفعه وبخصر مجهودي وكل ده ما يبقاش ابني مثلا سامعي وأنا قاعدة بدخله في مكان يتعلم حاجات بصرية أو تلوين أو كده هو قاعدة يحبب أكتر حاجات فيها سامع عايز يتعلم أنشيد أو عايز أي حاجة فيها ينامي موهبته أو ينامي إنما تلع عنده صحيح فهي دي أهم حاجة وكمان هي مهمة لنا إحنا زي ما قلت لك كبار كالأم نفسها صحيح كمان تحط نفسها مكان ولادها وتقدر تعمل ده المدرسين بقى عليهم عبق كبير جدا أعتقد أن هما محتاجين جدا وده طبعا أعتقد يعني أن في دوقات كتير جدا دورات بتتعامل كده والمدرسين برضو فيه ما شاء الله تطوير جامد في الناحة التعليمية بالنسبة للمدرسين أن هما يعرفوا إزاي لما أدخل الفصل إزاي أحضر الدرس بطرق مختلفة تراعي كل الأماط اللي قدامي وبالتالي يطلع الأولاد كلهم الدرس مفهوم ما يبقاش عندي حد عارف وحد مش عارف ويبقى المشكلة في الآخر في المدرس أو أرمي المشكلة على الطفل وهو أصلا مشكلة في الأداء الدرس نفسه طب حابين نوجه إيه النصائح اللي ممكن نوجهها للأم إنها تتبعها مع الأطفال أثناء مرحلة التعلم يعني نديها نصائح سريعا كده إيه النصائح اللي هي تقدر تتبعها مع الطفل عشان يعني ما تعانيش معه كتير فنديهم نصائح سريعة كده نصائح سريعة كده لكل نمط هنقول مثلا النمط الحركي دايما أخليه يتحرك ما عنديش مشكلة له هو يسمى حاجة هو بيذاكر أخليه كل عشرين دقيقة يفصل أنا أساعده بده ما بقاش أنا ضده خلاص ما فيش مشكلة أنه هو بيلعب لو صغير وأنا مثلا بحفظه حاجة أو بعلمه حاجة لو هو صغير عادي جدا أخليه لفه ويلعب كراتي موسيقية أو يلعب أي حاجة وأنا بعلمه لأنه ده هيبقى أسرع جدا في التعليم بالنسبة للسامعي ياريت ياريت أن هو يكون بتسجلي له صوت يعني أنت عادة تعلمي حاجة لو هو طبعا صغير بتسجلي له حاجة تخليه يسمعها على طول لو أنت في العربية بتشغيل حاجة اللي عايزة يتعلمها أو يحفظها يسمعها دايما تخلي دايما هو يقرأ هو بنفسه يسمع نفسه ما فيش مانع أنه يبقى مع حد صاحب وبيذكر معاه كل ده مع الشخص السامعي بالنسبة للشخص بقى البصري لازم جدا جدا المكان يكون مبهج ومزاقرة في ألوان وخرايط وصور عشان تفتح نفسه عشان هو ما بيتعلمش بطريقة دي ومكان بتاعي يكون مرتب جدا وأساعده أنه يبقى دايما فيه قدامه حاجات يعني تخلي نفسه فعلا مفتوحة للمذاكرة في المواد نفسها يعني أعمله خريطة أحطوله صور أنا عايزة مثلا يتعلم حاجة لو هو صغير أنا أحطوله الصور قدامه وكل شوية بغيرها فالصور دي خلاص الصورة مع الكلمة هيبقى هو يعرفها يبقى أنا كده بعلمه طبعا كل طبعا سنه لي طريقته لو حد كبير معلومش عليه أنه هو بيعمل لخصاته بيلونه وكل حاجات دي ده هو ده طريقته لو حد صغير أنا لسه أنا اللي بعلمه كأم يبقى أنا بحطوله الصور قدامه وبخليه يشوف الحاجة عشان كده يقدر توصل للمعلومة أسرع صحيح وفي نهاية فاكرتنا نقدر نقول من كلام حضرتك أو من المعلومات الجميلة اللي حديك وفرتها لنا أنه يعني نحن نقدر نعرف نمط الطفل أو أن نحن نستطيع تعرف عن نمط الطفل كلما الأباء يعني أصبحت أكثر قربا من أبنائهم صحيح طبعا وكلما يعني أنها لعبت معاه أكتر الرابط منه أكتر هتقدر تعرف نمط المناسب لي أو الأمثل لي طبعا صحيح طبعا جبا حبي نشكرك يا أستاذة إيمان على المعلومات الجميلة وأتمنى تكوني استمتعتي معنا زي ما إستمتعنا بالحلقة الجميلة مع حضرتك طبعا يا خليك أستمتعدي جدا معك حبي نشكر مشاهدينا الكرام أتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بحلقتنا هنطلع فاصل وهنرجع بعض الفاصل مع أستاذة إيماني العدوي هتكلمنا عن الألعاب الإلكترونية وتأثرها على الأطفال فاصل ونواصل اشتركوا في القناة